مساء الخير بتبدأ الحلقة التسعة من مسلسل نعمة الأفوكاتو بإن الضابط بيدخل صارة وصلاح في قوضة الوحدهم وطبعا كانوا مزهولين جدا من الصدمة اللي كانوا فيها النعمة لسه لحد دلوقتي عايشة وصارة فدلت تقوله شفت أني نعمة لسه لحد دلوقتي عايشة أنت ما كنتش مصدقة قال لها نعمة ما بتسيبش حقها واتخليكي تكره اليوم اللي تولدت فيه وأكيد مش هتسبنا بعد اللي عملنا فيها صارة خافت وقالت له بس أنت مشتسبني وهتفضل معايا صلاح بصلها باستحكار كده وقال لها بانا شفت ولائك جوة عند الضابط من بعد ما سلمتيني وقلت لنا اللي قتلتها صارة قلت له أنا كنت خايفة يا صلاح ومن أول ألم كنت هعترف أنت راجل وتعرف تتكلم أحسن مني نعمة في الوقت ده قطعت عليهم الحديث الجميل اللي ضاير ما بينهم ده ودخلت وطبعا كانت بتبص لهم باستحكار دخلت نعمة وبتقول لهم أنا كنت عايزة استشركوا على حاجة وانا لو قلفت رواية هيطلع مني حاجة هنفع يعني زي يوسف السباعي ولا إحسان عبد الكدوس طبعا صلاح في الوقت ده واقف ما بينطقش نعمة قالت لسارة ما ترد انت علي يا سارة بين كده ان جوزك لسانه تحاش وقالت لها أنا بصراحة بفكر ان نعمل الرواية وهسميها سكرات الموت وهحكي فيها عن تجربتي عن سكرات الموت هم عشر ثواني بالزبط عشر ثواني بيعدوا عليك شريط أوسخ ناس دخلت في حياتك والغريبة بقى يا صلاح اللي انت مليت الشريط كله سورة لك وانت بتسرقني سورة لك وانت بتاخد فلوسي سورة لك وانت بتتفرج علي وهي بتقتلني وفي الآخر بتلفوني في سجادة وترموني في قبر ده انت حتى ما قردش علي الفتاة لأ وكنت بتطمنها وبتقول لها متقلقش يا سارة هتعدي لا يا ابن نوال مش هتعدي كان بيكذب عليك يا سارة مش هتعدي صلاح بقى من بجحته بيقول لها مش مهمة أي حاجة المهم ان ان انت عايش ردت عليه وقالت له طلعت عايش اه بس محمد اتقتل سارة وصلاح بص البعض في اللحظة دي ونعمة قالت لهم ايوة بص البعض البصة دي علشان هتأكد ان انا صح نعمة بتقول لصلاح افترض ان انا سمحت في حق هسامح في حق واحد مات بسببي وده كان جزء من الحلقة التسعة من مسلسل نعمة الافوكاتو هنزل لكم بقية الحلقة على فيديو تاني